اهلا بكم في الليكتشر جديدة هنتكلم فيها عن تاريخ علم الفلك او history of astronomy الليكتشر دي هنتكلم عن الاعتقاد الاول حول الارض والفلك والزيد غير عبر الزمن وهنتكلم برضو عن نموذج مركزية الارض ونموذج مركزية الشمس او الجيوسنتريك موديل والهيلوسنتريك موديل المصيرين القدماء وبلاد بين النهرين كانوا بيعتقدوا ان الارض على شكل قرص والسماء محاطة بقبة بتدعو بالقبة السماوية القبة دي كان ملتصق بيها النجوم والافلاك بما فيهم الشمس والامر وكل الافلاك السماوية والكلام ده نموذج مشابه جدا اتواجد في القرن الثامن قبل الميلاد وكان الاعتقاد ان الارض كانت على شكل صح مش قرص مستوي تماما طيب ليه كان الاعتقاد على انها على شكل صح قال لان الشمس ما كانتش بتشرق على جميع المناطق في نفس الوقت فهي كان بتشرق في حتة وبتغرب في حتة تانية فيجي تفسير ان الارض على شكل صحن علشان يفسر شروق الشمس في مكان وغربة في مكان تاني وكتير من الفلسفة اقتنعوا ده وفضل لحد سنة 450 قبل الميلاد لحد ما بدأ يتغير بعد ما بدأوا يلاحظوا ملاحظات غريبة ما قدروش يفسروها على ارض مستوية او ارض مسطحة على شكل صح وبدأ الاعتقاد السايد يتغير على ايد الفيلسوف الشهير اريتو الثانيس حيث انه لاحظ انه يوم 21 يونيو من كل سنة وقت الانقلاب الشمس الصيفي وهو اليوم اللي في منتصف فصل الصيف وبتكون الشمس في اعلى نقطة في السنة وبيتراجع الضل في مدينة اسوان لحد ما يختفي تقريبا بس لاحظ انه في مدينة الاسكندرية فيه ضل بزاوية سبع درجات تقريبا واللي مش هيتحقق الا لو كانت الارض كروية وفيها انحناء لانها لو كانت مسطحة ما كانش هيبقى فيه فرق في الزوايا خصوصا ان المدينتين مش بعاد جدا على بعض فاستنتج ان الارض كروية وقدر يحسب محيطة بانه حسب المسافة بين اسكندرية واسوان واللي تقدر ب800 كيلو في الوقت ده وحط علاقة رياضية بين الدرجات اللي هي سبع درجات تقريبا والمسافة اللي هي 800 كيلو وطلع محيط الارض بمقدار 40 ألف كيلو متر تقريبا واللي هو رقم وريب جدا ما اللي نعرفه دلوقتي حتى اليونانيين كان لهم بعض الملاحظات زي انهم كانوا بيلحظوا ان السفن كل ما بتبعد كانت بتنزل في البحر بس ما كانتش بتغرق كل ما كانوا بيرتفعوا كانوا بيلحظوا انها بترجع تاني ولانهم كان عندهم علم كبير بالرياضيات والمنطق قدروا يستنتجوا ان الارض مستحيل تكون مسطحة لان لو ده بيحصل لازم تكون منحانية وطلع ما هي منحانية في كل الاتجاهات لان ده طبعا كان بيحصل في كل الاتجاهات فيبقى ما فيش غير شكل واحد بس هو اللي بيحقق اللي نحناء في كل الاتجاه وهو طبعا شكل الكورة اللي منحاني من كل الاتجاهات جي بعدها هارسترخص وقدر يحسب حجم الشمس وحجم الامر لانه كان عنده معلومتين مهمين جدا وهم قطر الارض اللي حسب وقرته في التانيس وان الامر وقت الخصوف كان بيدخل في ظل الارض كان عارف ان الامر بيدخل في ظل الارض وقت الخصوف وكانت الارض بتتوسط بين الشمس والامر فقدر يعمل علاقة ده قدر يحسب حجم الامر عن طريق الاستدلال بحجم ظل الارض وغير هيبركس مؤسس علم المسلسات قدر يعمل كاتالوج فيه مش اعلم 58 نجم اللي يعتبر انجاز عظيم جدا وقدر يكتشف حركة الارض او بالقصح تغير اتجاه محول دوران الارض فزي ما احنا عارفين انه محول الارض مائل وبيتغير مع الوقت وده اللي بسبب الاعتدال الخليفي والاعتدال الربيع نتكلم بقى عن نموذج مركزية الارض او الجيوسينتريك موديل اول ما اخترحه كان افلاطون وجيه بعده تلميزه ارس تطور على النموذج ده وقاله ان الارض هي مركز الكون وان كل النجوم والكواكب والافلاك بتدور حواليهم وطبعا الارض سابتة في المركز بس بتدور ليه وازاي ما نعرفش بس هي بتدور حوالي الارض وطبعا الافلاك دي فيهم الشمس والامر بس النموذج مديش يفسر الحركة الغريبة دي لكوكب المريخ في وقت معين من السنة وقالوا ان هو بتحرك كده ودي حالة استثنائية لان حركة المريخ هي حالة استثنائية زي الشكل اللي انتو شايفينه ده مش زي الاجسام اللي احنا متعودين نشوفها في السماء فقالوا ان المريخ هي حالة استثنائية بتحرك بالشكل ده وبعض الكواكب عندها نفس الحالة الاستثنائية دي بس جيه بعدهم بطليموس وعمل النموذج الأشهر لمركزية الأرض وقال انه لا مش حالة استثنائية ولا حاجة هو بتحرك كده لسبب الأرض في المركز والنجوم وكل الكواكب بتدور حواليها بيما فيهم الشمس والامر بس مدارات الكواكب مختلفة الكواكب بتدور في مدارات مزدوجة يعني هي بتدور حوالي الأرض في مدار وفي نفس الوقت بتلف حواليه نقطة مجهولة داخل المدار زي ما انتو شايفين في الصورة دي الموضوع كان معقد نوعا ما بس نرجع تاني ونسأل ليه وازاي بتدور في المدارات دي ما ليش اي إجابة للأسف هم ممكنش عندهم علمة بالبرالوكس أو المنظور هو اللي بيقول ان رؤيتك اللي كل شي بتبقى نسبية نسبة للمكان اللي انت بتشوف منه الشيء ده فلو زي ما انتو شايفين كنت في view point A وبتبص على الابجيك ده هتلاقي ان الابجيك ده قدام شاشة الزرق ولو كنت في view point B وبصيت على الابجيك ده هتلاقي ان هو قدام شاشة الحمراء ومش الشاشة الزرقاء مع ان الابجيك ما تحركش من مكانه هو قف نفسه مكانه ثابت انت اللي تحركك فمع حركتك ده مكان الابجيك ده بيتغير بالنسبة لنظرك ليه بالنسبة للزاوية اللي بتبص عليه بيها نقدر نشوف بعد ما حيبنا البارالوكس تفسير لحركة كوكب والمريخ في السماء وده لان الارض مدار اقرب للشمس فلما بيلتقوا ويتحركوا مع بعض بنبدأ نشوف الشكل ده بسبب اننا بنسبقه في المدار لان مدارنا اصغر نسبيا مني زي ما انتم شايفين في السورة دي فلما نسبقه نبدأ ان نوص عليه في زواوية مختلفة نلاقي ان هو بدأ يروح ويرجع بعدين يرجع يكمل تاني لما نمشي في مدارنا واخيرا يجي الشخص اللي عمل طفرة كبيرة في علم الفلك وهو جاليليو فهو اللي حط نموذج مركزية الشمس ونسف العديد من الخرافات في علم الفلك بإثباتات علمية مش فلسفية فهو قدر يثبت ان الشمس هي اللي في المركز وان الكواكب بتدور حواليها في مدارات عادية بسيطة وقدر يثبت ان الكواكب والاغرام مش اجسام ملساء فرصت على الامر جبال ووديان وعلى الشمس بقع السودة وان الكواكب لها اقمار فرصت اربع اقمار للمشتري ومن هنا بدأ علم الفلك يترك الجانب الفلسفي ويتجه اكتر للجانب العلمي وبدأ العديد من العلماء يطوروا فيه زي يوهانس كيبلر وغير وبكده تكون الليكتشر دي خلصت شكرا للمشاهدة